السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية الإخوة والأخوات هذا خبر جديد وعاجل والعنوان هو كورونا يطيح بقائد الحرس الملكي في المغرب ونعود للخبر الذي يقول لقد أعفت القيادة الملكية في المغرب اليوم الأربعاء قائد الحرس الملكي منصبه بعد انتشار فيروس كورونا المستجد بين أفراد الحرس الملكي وبحسب مصادر مطلعة في المغرب فقد تقرر رسميا إعفاء الجنرال المغربي ميمون المنصوري من مهامه في قيادة الحرس الملكي وإحالته القيادة العامة للقوات المسلحة دون مهمة ونوهت المصادر الذي لم يكشف عنها إلى أن أسباب إعفاء الجنرال تعود لتقصير بتطبيق تدابر الحجر الصحي والذي أدى إلى انتشار الفيروس بين عناصر الحرس الملكي المغربي وظهور بؤر له بين الأفراد والمخالطين له وأشارت المصادر إلى تعيين الجنرال عبد العزيز شاطر خلفا للمنصور كقائد الحرس الملكي وبحسب الصحيفة فقد سجل نحو ستمائة إصابة لعناصر من الحرس الملكي ومخالطهم من حوالي مئة وثلاثين إصابة مؤكدة ويتلقى العسكريون المصابون العلاج في مستشفى محمد الخامس في الرباط ويعالج مخالطهم في مستشفيات الرباط واتمارا ولم يؤكد أو ينفي مصدر عسكري رسمي في المغرب حتى هذه اللحظة صحة هذه الأخبار فيما تداول النشاطة على وسائل التواصل الاجتماعي الخبر بكتافة كيف ما كان عرفو أيها الأخوة والأخوات أن في المغرب دائما النظام تحاول يخبيش يحويه هذه من سمات الدول الدكتاتورية لماذا؟ لأن القرارات تبقى في السلطة الحاكمة يعني ما كانش واحد التشارك ما كانش واحد المشاركة دي الأخبار ما كانش واحد واحد الشفافية في نشر الأخبار هذا الشيء عليش دائما هو ما تخبيه أي حاجة كتتعلق بالقصر أي حاجة كتتعلق بالجيش ما كيخررش الأخبار ديلها تيقول لك مصلحة الوطن بحال يجب دلك شي أخبار يجب دلك شي هادرال ما كيناش ولكن في الحقيقة هو غير يعني الخوف من الشعب الخوف من غضب الشعب لأنك تعرفه يعني الشعب المغربي كيفاش كينشوف النظام الشعب المغربي تيشوف النظام واحد تشوفه ناقصة دابة تكونات يعني مع مرور الزمن ومرور الأيام تكونات واحد بالنظرة عند الشعب المغربي توجاه النظام يعني الله يحفظه صافي إخواني أخوات كانت مني أعجلكم الخاصة كانت مني أعجلكم الموضوع وتبارك الله عليكم ترجمة نانسي قنقر